اشتركوا في القناة هذه الآية تدل على أن الذي هداه الله فالله سبحانه وتعالى لا يتركه ليظل وإنما يبين له الطريق وبعد ذلك هو مختار بين أن يسير في الطريق الذي أراه الله سبحانه وتعالى أو ينحرف فالله سبحانه وتعالى بين له هو يهتدي لما يهتدي هذا بعد يتبط به وباختياره وقد ذكرنا مفصلا في باب التوحيد أن الهداية من الله والإضلال منه أيضا لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه للعباد ولأنه خلقهم ليرحمهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فلذلك يبدأ الإنسان بالهداية جعل في الإنسان فطرة هذه الفطرة تهديه وفي الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه هم الذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه وفي آية يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها وفي آية أخرى يقول وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فالمولود حينما يولد يولد بفطرة هذه الفطرة تسوقه إلى الهداية وأيضا الله سبحانه وتعالى رزق الإنسان عقلا وهذا العقل إذا استعمله الإنسان يؤدي به إلى الهداية وأيضا الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وجعل الأنبياء أوصياء فهؤلاء أيضا يدلون الإنسان إلى طريق الهداية فإذا إنسان احتدى الله سبحانه وتعالى لا يتركه يظل وإنما يريه الطريق باستمرار وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ يُبَيِّنْ إِلْهُمْ لَكِنْ لَا يَسْلُبْ أَخْتِيَارَهُمْ فإذا واحد ضل فإنما يضل بسوء اختياره وإذا واحد استمر على الهداية فإنما يستمر بحسن اختياره يعني لما أحسن الاختيار الله يفيض عليه الهداية باستمرار ولما أساء الاختيار الله سبحانه وتعالى يتركه فإذا تركه ضل اشتركوا في القناة